هنا في العراق يتظاهر هؤلاء ويقتحمون البعثات الدبلوماسية تحت لافتة الاحتجاج على حرق المصحف الشريف في السويد ودول أوروبية أخرى لكن على مرمى حجر من هذا المكان تجري اعتداءات ممنهجة على بيوت الله من خلال السيطرة عليها أو هدمها كما جرى مؤخرا في جامع السراجي بمحافظة البصرة في استخفاف واضح بالمقدسات التي يدعي هؤلاء أنهم يدافعون عنها وازدراء للتاريخ الذي يمثله هذا المسجد وسواه آخر عمليات السطو على بيوت الله تعالى كانت في منطقة الحرية ببغداد حيث جرت السيطرة على جامع دعاة الإسلام في حلقة جديدة من مسلسل طويل اسمه السيطرة على أملاك الأوقاف السنية وفي مقدمتها المساجد التي تعرضت العشرات منها لعمليات حرق أو هدم أو استيلاء تحت ذراء عواهية يأتي ذلك بالتزامن مع حديث حكومة السودان عن تأسيس مركز للتعايش السلمي وحماية التنوع في البلاد وإشاعة الخطاب المعتدل بينما تتكرر الاعتداءات على مقدسات المسلمين داخل العراق دون أن تجد من يردع هذه الجهات المتنفذة على غرار ما فعلته مراجع النجف مثلا باستقبال مواطنين جرى الاعتداء على أراضيهم من قبل ميليشيات أنشئت بفتوى تلك المراجع وتغولت تحت كنفها وبينما يوجه مقتدى الصادر دعوتا لتبني حوار مع الدنمارك والسويد لنبذ التطرف وفرض احترام أعلام الدول لا يبدو أن العراقيون السنة يحظون ببثل هذه الفرصة من الاحترام والتعايش حيث تلتزم كل الجهات الفاعلة الصمت عندما يتعلق الأمر بالأوقاف السنية التي تتعرض للاستباحة منذ سنوات طويلة في ظل اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب القانون الذي إن وجد فإنه يكيل بمكيالين الاستيلاء على الأوقاف السنية سواء كان في بغداد أو البصرة أو الموصل وسواها من مدن العراق يندرج بحسب مراقبين ضمن عمليات التغيير الديمغرافي فضلا عما يمثله من نهب ممنهج لأموال المسلمين واعتداء سافر على هوية البلد وتاريخه اشتركوا في القناة